وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحتان اجتماعا ضم فريق اعادة تنظيم وهيكلت جهاز الشرطة والقيادات المعنية من وزارة الداخلية ووقف الاجتماع أمام نتاج الندوة العلمية الأولى لعادة تنظيم وهيكلت جهاز الشرطة التي اختتمت أمس وأقرى الاجتماع تشكيل اللجنة خاصة لتقييم ترجمة مخرجات الندوة برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع لمتابعة دراسة توصية الندوة منقشة الخطة المستقبلية لترجمة مخرجاتها على أرض الواقع والخروج بمشروع هيكل تنظيمي موضعي متكامل لوزارة الداخلية تنتظم فيه القدرات وتنطلق من كافة الأعمال والمهام بكفاءة عالية وتفاعلا إيجابيا كبيرا كما أقرى تشكيل لجنة موسعة لدراسة كل ورقة عمل والخروج بخلاصة والرؤية تسهم في تطوير جهاز الشرطة وما يكفل أداء فاعلا وقويا لرجل الشرطة في مواجهة الاختلالات الأمنية